وفي السياق قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبوار بابكي إن هناك أجواء تفاهم جديدة ستنعكس إيجابيا على احتواء الخلافات بين الحزبين الكرديين، الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيين بمختلف الاتجاهات وأنهاء جدل والخلافات التي حصلت في الأوينة الأخيرة بينهما، وأقل محللون سياسيون أن التقارب بين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان يعد أحد الخطوات المهمة لينهاء الانسداد السياسي وعبور مسألة الخلاف الأساسية بينهما في اختيار مرشح رئاسة الجمهورية مؤكدين أن التفاهم من شأنه أن ينعكس إيجابا حتى على اختيار رئيس الوزراء ولو بالتوافق طبعا زيارة رئيس نيتشيرفان بارزاني إلى السليمانية أثمرت بنتاج إيجابية كانت لها تداعيات إيجابية على اقتراب الاتحاد الوطني الكردستاني مع الديمقراطي الكردستاني والجلوس على طاولة المفاوضات واحدة وكسرت حالة الجمود الموجودة بين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني ولذلك أعتقد أنه الحوار الذي جرى بين الديمقراطي والكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني مؤخرا سيكون له تداعيات إيجابية حتى وضع البرلمان باعتبار البرلمان في الفترات السابقة لم يقوم بعقد جلساته لأنه حصل بعض الناوشات السياسية بيننا وبين الاتحاد الوطني الكردستاني ولذلك أعتقد أنه الحديث مع الاتحاد الوطني الكردستاني والحوار الذي جرى خلق نوع من الأجوال الإيجابية ربما للخروج بوراقة واحدة تجاه ما يحصل في بغداد والتعامل مع الأحداث في بغداد وأيضا حل حالة القضايا العالقة في أقلي الكردستان التي بحاجة إلى بصمة توفقية بيننا وبين الاتحاد الوطني الكردستاني اشتركوا في القناة